العصى من العصية وأول من قال العصى من العصية بهذا اللفظ هو الأفعى الجرهمي وكان من حديث ذلك أن نزارا لما حضرته الوفاة جمع بنيه مضر وإيادا وربيعة وأنمارا فقال يا بني هذه القبة الحمراء لمضر وهذا الفرس الأدهم والخباء الأسود لربيعة وهذه الخادمة وكانت شمطاء لإياد وهذه البدرة والمجلس لأنمار فإن أشكال عليكم كيف تقتسمون فأتوا الأفعى الجرهمية ومنزله بنجران فلما تشاجروا في الميراث توجهوا إلى الأفعى وهو يومئذ حكم العرب وبينما هم في مسيرهم إليه إذ رأى مضر أثر عشب قد رعى فقال الذي رعى هذا لأعور وقال ربيعة إنه لأزور وقال إياد إنه لأبتر وقال أنمار إنه لشرود فساروا قليلا فإذا برجل ينشد جملا له قد شرد فسألهم عن البعير فقال مضر أهو أعور قال نعم وقال ربيعة أهو أزور فقال نعم وقال إياد أهو أبتر فقال نعم وقال أنمار أهو شرود فقال نعم وهذه والله صفة بعيري فدلوني عليه فقالوا والله ما رأينا تعلق بهم وقال كيف أصدقكم وأنتم تصفون بعيري وصفا وصفا فقرروا المسير إلى أرض نجرانة فلما نزلوا قال صاحب البعيري إن هؤلاء قد أخذوا جملي ووصفوا لي صفته ثم قالوا لم نره فاختصموا إلى الأفعى فقال كيف وصفتموه ولم تروا فقال مضر رأيته رعى جانبا وترك جانبا فقلت إنه أعور وقال ربيعة رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى ليست كذلك فقلت أزور وقال إياد عرفت أنه مقطوع الذيل لاجتماع بعره ولو كان له ذيل لتفرق هذا البعر وقال أنمار عرفت أنه شرود لأنه كان يرعى في المكان الملتف نبته فعلمت أنه شرود فقال الأفعى ليسوا هم أصحاب بعيرك فسألهم من أنتم فأخبروه بالخبر الذي أتى بهم فأنزلهم وأكرمهم وذبح لهم وجلس بحيث لا يرونه ويراهم ويسمع كلامهم فقال ربيعة لم أرك اليوم لحما أطيب منه لولا أن شاته غذيت بلبن كلبه وقال مضر لم أرى خمرا أطيب من خمره لولا أن حبلتها نبتت على قبر وقال إياد لم أرك اليوم رجلا أشرف منه لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى له فقال الأفعى ما هؤلاء إلا شياطين ثم دع غلامه فسأله ما هذه الخمر وما أمرها فقال هي حبلة غرستها على قبر أبيك ولم يكن عندنا شراب أطيب من شرابها قال للراعي وما أمر الشاه فقال هي عناق أرضعتها بلبن كلبة لأن أمها ماتت ولم يكن في الغنم شات ولدت غيرها ثم أتى أمه فسألها عن أبيه فأخبرته أنها كانت تحت ملك كثير المال وكان لا يولد له قالت فخفت أن يموت ولا ولد له فيذهب الملك فأمكنت نفسي من ابن عمه فطأطأ رأسه ثم خرج عليهم فقصوا عليه قصتهم وأخبروه بما أوصى به أبوهم فقال لهم ما أشبه القبة الحمراء من مال فهو لمضر فذهب بالدنانير والإبل الحمر فسميت مضر الحمراء وأما صاحب الفرس الأدهم والحباء الأسود فله كل شيء أسود فصارت لربيعة الخيل الدهم فقيل ربيعة الفرس وما أشبه الشمطاء فلإياد فصارت له الماشية البلق فسميت إياد الشمطاء وقضى لأنمار بالدراهم والأرض فصدروا من عنده على ذلك وهو يقول إن العصى من العصية يريد أنه ليس ينبغي للإنسان أن يحقر أمرا صغيرا فإنه لا يدري ما يكون عواقبه فإن الأمر الجليل إنما يكون في بدئه صغيرا أو أن الأمر العظيم يهيجه الأمر الحقير فالعصى الكبيرة التي تستخدم لأغراض عدة إنما كانت من قبل عصية صغيرة أو عودا لا تنفع لشيء ترجمة نانسي قنقر